عبدالعزيز إلى أين واصلت اجتماعات اللجنة العسكرية في سرط وما هي أبرز ردود الفعل نعم شروق بداية هذا اللقاء وهذه المباحثات التي تتم الآن على مستوى وفدي اللجنة العسكرية المشتركة 5 زائد 5 في مدينة سرط على مدار ما يقرب عن ثلاثة أيام من المفترض أن تنتهي مساء هذا اليوم كما علمنا شروق ببيان ختامي سوف يصدر عن اللجنة العسكرية يوضح هذا البيان كما علمنا إلى أين وصلت نتائج أعمال اللجنة العسكرية 5 زائد 5 حتى الآن ربما أبرز الملفات التي يتم التباحث حول الآن وفتح الطريق الساحل الذي يربط بين الشرق والغرب إزالة الألغام وكذلك السواتر الترابية وأيضا الأسلحة الثقيلة والمتوسطة يبقى أن في هذه الجزئية شروق لتزال هناك إحدى أبرز العوائق بداية القوة التي سوف تعمل على تأمين هذه الطريق بمجرد فتح هذا الطريق بالإضافة أيضا إلى بعض التشكيلات المسلحة التي وضعت بعض الشروط البعض يرى بأن هذه ربما الشروط هي تعجيزية من الصعب أن يتم ربما تنفيذ هذا الأمر أيضا له شق آخر في حديث يان كوبش مبعوت الامتحدة لدى ليبيا يوم أمس مع وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش فيما يتعلق بهذه الجزئية ومسألة الاستياء على عدم حتى هذه اللحظة الالتزام بالأجال أو الجداول الزمنية وفقا لخارضة الطريق أيضا سوف يتم الحديث أو تم التباحث حتى هذه اللحظة حول مسألة تفكيك الميليشيات المسلحة أيضا جمع السلاح وذلك بمساعدة المراقبين الدوليين وبعثت الأمم المتحدة ليبقى بعد ذلك ربما حتى هذه اللحظة يمكن القول الآن شروق أحد أبرز ملفات التي يتم العمل عليها ويخروج القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية وهذا الأمر كما علينا ربما فقط في الساعات الماضية هناك بعض ربما التفسيرات من وفد اللجنة العسكرية التابعة لقوات الغرب الآن فيما يتعلق بمسألة التواجد التركي حيث ذكر أحد أفراد الوفد في أحد الاجتماعات على أن مسألة وجود القوات الأجنبية التركية تحديدا في مدينة مصراتة أو في طرابلس أو في قاعدة الوطية هي بناء على مذكرة تعاون أمني وعسكري وقعت ما بين الدولة التركية والمجلس الرئاسي ومثل عن دولة الليبية في وقت سابق شروق ولكن الإفصاح عن مسألة وجود القوات أو المرتزقة من جنسيات متعدة في الغرب الليبي هذا الأمر ما يتم ربما الآن تركيز عليه بشكل كبير لترجى ربما مسألة تواجد القوات التركية كما علمنا إلى ما بعد إجراء الانتخابات هذا الأمر يرفض الآن بشكل مباشر شروق من قبل اللجنة العسكرية وفد اللجنة العسكرية الممثل عن القيادة العامة الذي يطالب بضرورة إجلاء كل القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية حتى يتسنى بعد ذلك إجراء الانتخابات نهاية هذا العام بالأمس كان هناك كما ذكرت شروق ربما اجتماع بمقر وسارة الخارجية بها العاصمة طرابلس بين مبعوث المتحدة يان كوبش مع نجلا المنقوش وكان هناك استياء ربما نبرة غضب تحدث بها يان كوبش مع رئيسة الدبلوماسية الليبية نتحدث عن نجلا المنقوش من الواضح بأن عقب الاجتماع الذي ضم يان كوبش مع أفراد اللجنة العسكرية المشتركة هو الآن بشكل مباشر يلمس أن هناك ربما بعض ربما عدم الالتزام أو عدم الالتزام من قبل أطراف اللجنة العسكرية هذا يبدو ذلك واضح من خلال حديثي أو تصريحاته لوزيرة الخارجية حتى بالعومة المتحدة سوف تبذل المزيد من الجهود والدعم حتى يتم بعد ذلك تنفيذ كامل لخارطة طريق نجلا المنقوش وزارة وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية كان لها تصريحات لوقت سابق تحديدا بالبرلمان الإيطالية الأسبوع الماضي عندما ذكرت شروق على ضرورة الآن خروج القوات الأجنبية بما فيها القوات التركية هذا التصريح كان له العديد ربما من التداعيات تأكيد وزيرة الخارجية يوم أمس ليان كوبش ربما يشاهد ذلك بعد ذلك الضغط أكبر رفقة الضغط الذي مرسه رئيس المجلس الرئاسي محمد يونس بنفي من خلال ترأسه ليحتاج جلسات اللجنة العسكرية 5 زائد 5 من بنغازي عبد العزيز الفخري مراسل الغد شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر